أثمنا صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه الكوكب وأن تداعياته تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم مع كل ارتفاع لدرجات الحرارة وخلال كلمتنا لرئيس السيسي التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرنس أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ شدد الرئيس على ضرورة وضع عهدات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف وتعزيز تمويل المناخ الموجه للدول النامية وقال الرئيس السيسي أنه لعل ما شهدته دولة باكستان مؤخراً من فيضانات خلفت دماراً غير مسبوق وفقداناً في الأرواح والأوروبية والولايات المتحدة من حرائق غابات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة يعد نذيراً مؤلماً لما سيكون عليه مستقبل أبناءنا وأحفادنا ما لم نتحرك سريعاً وبشكل متصق لنضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف وتعزيز تمويل المناخ الموجه للدول النامية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في مساندة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعمق الوعي العام لدى الشعوب وخلال استقباله بقصر التحدي وزراء الإعلام العرب أشر الرئيس السيسي إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي وهو الأمر الذي سيستدعي قيام الإعلام العربي بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات مشدداً على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسؤولية كبيرة أمام الشعوب كما شدد الرئيس السيسي على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضرية وأن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور محمد عواتاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة مستجدات عدد من المبادرات المختلفة في قطاع الصحة والرعاية الطبية اطلع الرئيس السيسي على الخريطة الوبائية العالمية بشكل عام وتأثيرها على الوضع في مصر والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الامراض الوبائية الى داخل البلاد بالاضافة الى استراتيجية التعامل مع الحالات التي يمكن ان تكتشف في هذا الصدد من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة برامج التوعية الوقائية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف انحاء الجمهورية مع تأسير الحصول على الجرعات المنشطة اكد وزير الخارجية سامح شكري على موقف مصر الداعي الى حل الازمة الاوكرانية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية باهداف التوصل الى تسوية سياسية خاصة على ضوء التداعيات السلبية لتلك الازمة على الاقتصاد الدولي لا سيام تأثير اذمتين الطاقة والغزاء على الدول النامية ومن ضمنها مصر جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سريجي لافروف على هامش اعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك حيث بحث الوزيران تطورات الازمة الاوكرانية كما بحث الوزيران ايضا مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين كما تناول اللقاء عددا من الملفات الاقليمية مثل الازمة الليبية وتطورات القضية الفلسطينية والاوضاع في سوريا والعراق واهمية العمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط اكد الرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التزام بلاده التام باتفاق الطائف ومبدأ النأي بالنفس لابعاد لبنان عما لا طاقة له به وخلال كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة شدد ميقاتي على تصميم لبنان على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه واستثمار موارده الوطنية والتزام ايضا بيروت باجندة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ مشيرا الى ان ما يمر به العالم من مرحلة الصراعات المسلحة والازمات المترابطة التي تثير قلقا لدى الجميع اعلن الرئيس الاوكراني فلاديمير زلنيسكي ان بلاده لن تسمح لروسيا بالانتصار عليها مطالبا بضرورة عقاب روسيا نتيجة افعالها في اوكرانيا وخلال كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين عبر خاصية الفيديو كونفرنس اضف زلنيسكي ان اوكرانيا واوروبا والعالم يريدون سلامة وانعلم الطرف الوحيد الذي يريد الحرب واشر الى ان روسيا تخشى المفاوضات مع بلاده ولا ترغب في تنفيذ التزاماتها الدولية كما شدد زلنيسكي على ان الوقت قد حان لحسم الحرب مع روسيا وهو الامر الذي يتطلب دعم كييف باسلحة بعيدة المدى لتحرير اراضيها اعلنت كوريا الشمالية انها لم تزود روسيا مطلقا باسلحة او ذخيرة ولا تخطط للقيام بذلك في المستقبل ونفى نائب المدير العام لمكتب العتاد بوزارة الدفاع الوطني بكوريا الشمالية ما اعلنته الولايات المتحدة عن انتهاء بيونج يونج لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة باقود اتفاقات اسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية قد ذكر ان روسيا بصدد شراء ملايين الصواريخ وضروع المضادة للمدفعية من كوريا الشمالية استخدامها في اوكرانيا انتهى موجد سامنا وعود الاستقنال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل